اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن حان الوقت لإثبات أمام القانون أن نوران هو أبنهم عندما وصل إفسون وأردى أخيرا إلى نوران تنتظرهما مفاجأة مؤلمة للغاية نوران لا يريد أي منهما سوف يسقط عالم إفسون على رأسه يوجه غضبه نحو هشريا الذي يعتبره المسؤول الوحيد عن كل شيء أولا سيضمن طرد إتش أوشيليا من القصر ثم يقطع العلاقات مع كل شخص يمكنه العثور على ملجأ معه بفضل حلفائه الجدد سوف يفصل هشيليا عن كنعان يتم إرسال إفسون إلى مركز الاحتجاز حتى المحكمة ربما أكثر في المستقبل لا تفعل أي شيء لحماية زوجته أفسون أدين زهال سلطان باختطاف الأطفال عند حدوثها والسجناء الآخرين بما في ذلك النساء الاعتماد عليها الكراهية كل ثلاثة منهم مثل الجحيم لعدة أيام ينتظر الآن بعدما حدث مع نوران مغلقي الآن الربيع والنار لا يعرفون كيفية الوصول إلى بناتهم حتى لو كان قيد لإعتقال فإن تأثير إفسون على الطفل أقوى من أي شيء آخر أخذ نوران بعيدا عن إفسون قدر الإمكان هو الآن الحل الوحيد لبحر وآتي إفسون على وشك أن تفقد هذا النضال الكبير الذي استمر لفترة طويلة نوران بمجرد دخول سلطان السجن يتعرض للهجوم من قبل سجين رتبه كينا إفسون الذي فقد ركيزتيه العظيمتين في الحياة يواصل الهجوم على الأتهانيين مرة أخرى إنه مصمم على جعل إتش أوشيليا يدفع ثمن ما تم فعله له ولأسرته في المقام الأول من ناحية أخرى لا يترك الربيع والنار جانب نوران للحظة هدفهم الوحيد هو أن يعود نوران إلى صحته ويكتشف من هي عائلته الحقيقية ومع ذلك لا يتفاعل نوران أبدا مع ما يتعلمه كما يتوقعون يتم طرح نوران في مغامرة مع نهاية غير مؤكدة من أجل الوصول إلى إفسون الذي يعرف والدته من ناحية أخرى لا يدرك إفسون أن طموح الانتقام سيعود ويطلق النار على نفسه مرة أخرى ما سيد يتأكد من أن الملاك على قيد الحياة من ناحية أخرى تعلق أليف صورها في الشوارع حتى تتمكن والدتها من العثور عليها سوف يرى الملاك صور ابنته يخبر مصطفى ما سيد أنه وصل إلى أثر ملك سيكون ما سيد سعيدا جدا لفهم أنه ليس مخطئا في مشاعره ما سيد الذي هو متأكد من أن طارقه أيضا بعد ملك يريد توضيح الحقائق في أقرب وقت ممكن وتقديم صاره إلى العدالة يشكو فيلدان من شدة العمل ويدعو ملك إلى القصر للمساعدة في العمل يترك الملاك للذهاب إلى القصر من ناحية أخرى قررت أليف تعليق الملصقات بصورها الخاصة في الشارع للعثور على والدتها هل سيرى الملاك صور أليف؟ الضربات التي يأكلها على التوالي تجعل إفسون أكثر عدوانية إنه مستعد لفعل كل أنواع الشر حتى لا يعطي نوراني للبحر لكن الحياة ليست إلى جانبه على أي حال لا بد أنهم بقوا في الشارع مرض نورا يترك إفسون وأردا في وضع يائس لا يقتصر الأمر على الأتاخن فحسد بل يبدو الأمر كما لو أن العالم كله ضدهم الآن ولا يستطيع إفسون فعل أي شيء لحماية ابنته الرضيع والحم لا يؤجلان العملية القانونية شكواهم إلى مكتب المدعي العام يبدأ العدة التنازلية لإفسون وسلطان الذهاب إلى السجن أمر لا مفر منه يغمق السلطان عينيه من أجل حماية إفسون هدفه الأول هو المال الذي يحتفظ به إتش أوشليا لأنه بينما يزداد مرض نوراني حدة فإن نقص المال يدفع إفسون وأردا إلى الزاوية يعتقد إفسون وسلطان أنهما تمكن من حماية أسرارهما وبينما بدأوا في الاسترخاء فإن أكبر صفعة في حياتهم تهبط على وجوههم من ناحية أخرى يواجه سلطان وإتش ليستياء لا يمكن إيقافه هذه المرة الشخص الوحيد الذي يمكن أن يركض إليه إتش أوشليا للحصول على المساعدة هو كينا تصبح الرتب أكثر وضوحا وتتعمق الأعمال العدائية في منتصف هذه الحرب يقف طفل دريء نوران بحر وإفسون كلتا الأمهات على استعداد لتضحية بحياتهما من أجل نوران غير قادر على الحصول على الإجادات التي يبحث عنها من إفسون يلجأ بحر إلى إتش أوشليا هذه المرة إنه مصمم على معرفة ما يتم إخفاؤه عنه ويركض إلى النار طالبا للمساعدة السلطان الذي لا يستطيع تحمل ما حدث لهم يتصرف بطموح كبير ليصبح قويا وغنيا مرة أخرى لكن الخطوات التي يتخذها تؤدي إلى أحداث من شأنها تسريع الكشف عن الأسرار دفعت جوليا أسعارا باهظة للغاية أولا شقيقه محمد أمير ثم أبنته أم جي لن يكون المال كافيا لإسكات إتش أوشليا النار مصممة على عدم الخضوع لرحمتها مرة أخرى تأتي فجأة في حياتك وحاول أبتزازه ولكن خائفا يحاول بناء جدار بين ريحان مع فتاة فقيرة تبدو وكأنها وفي الربيع حان الوقت لنقول وداعا الآن سوف يقرر أي طريقة لمواصلة حياته اتخذ محمد أمير خطوة نحفوفة بالمخاطر لحماية شركته وعائلته من ناحية أخرى فإن إتش إرمليا يائسة بما يكفي لإنفاق الجميع من أجل مساعدة شقيقها خطأ أن فولكا يفقد نفسه ويفكك حياة إفسون ونورا ليس فقط حياتهم ولكن أيضا أرضا وسلطان في الحال أن الحياة هي معلومات الفيديو انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات